انفرط العقد وبدأ شركاء العملية السياسية ينهالون بالضرب على من توافقوا على اختياره رئيساً لحكومة تضم أحزابهم الطائفية قبل أقل من عام حتى وصف بعضهم حليفهم مصطفى الكاظمي وأسير رغباتهم بالشخصية الضعيفة والمهزوزة فشل الحكومة وتصاعد حدة الغضب الشعبي بسبب انهيار الأوضاع الأمنية والاقتصادية دفع بالأحزاب للقفز من مركب الكاظمي والتبرئ منه وهو ما ذهب إليه تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر وعلى لسان النائب فيه غايب العميري الذي اعتبر قرارات الحكومة الحالية بالمتخبطة نتيجة لعدم أهلية الكاظمي في تحمل مسؤولية قيادة البلد وكأن سائرون هنا تتحدث بلسان حركة إصلاحية مستقلة وليست كتلة سياسية تملك نوابا ووزراء ساهم كغيرهم في تصدر العراق سلم أكثر دول العالم سوءا وفسادا ضمن استبيانات تصدرها مؤسسات دولية كمنظمة الشفافية أما النائب رامي السكيني وعن التحالف نفسه فقد اتهم الكاظمي بأنه يجامل في قراراته محورا دون آخر في إشارة لكونه أمريكي أكثر من أن يكون إيرانيا ضمن صراع النفوذ بين الدولتين متناسيا بأن الأخير ارتدى قميص الميليشيات الولائية عن رضا وقبول ورسخ مفهوما لا دولة حين تغاضى عن ملاحقة الفاسدين نور المالكي زعيم حزب الدعوة والذي اعتاد أن يتربص الفرص قال إن الوقت حان لاستعادة هيبة الدولة وانتشالها من حالة الوهن والضعف الذي أصابها متناسيا أن ثلث البلاد وقعت تحت سيطرة تنظيم داعش بسبب سياساته الطائفية والإقصائية فيما هربت ونهبت أكثر من 320 مليار دولار من خزينة الدولة إبان فترة حكمه تحالف الفتح الذي يضم بين جنباته أكثر فصائل الميليشيات إغالا بدماء العراقيين شارك هو الآخر ضمن حملة تسقيط شريكهم مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة حيث اتهم النائب عنه محمد البلداوي حكومة الكاظمي ببيع وشراء المناصب الحكومية وأن الكاظمي أصدر أوامر بتعيين مديرين ووكلاء متهمين بالفساد تصريحات ومواقف تؤكد تفاقم حالة التشظ بين أحزاب وتيارات لطالما وحدتها اتفاقيات تقاسم المغانم وفرقتها دعوات الإصلاح